أهلا بحضركم من جديد ولسه متواصلين معاكم في تريند الأهل عشان فيه كلام مهم محتاجين نتكلم فيه بالنسبة للمرحلة الجاية وأعرض معاكم دلوقتي بالنسبة للفترة القادمة الأهل بينهي تصريح سفر كهربا إلى المغرب لمواجهة الوداد المغربي اتفقنا أنه خلاص باقي مباراتين وكهربا إن شاء الله هيكون جاهز للمشاركة مع النادي الأهل محليا في الفترة القادمة لكن المشاركة الإفريقية ما فيهش أي مشكلة أو أي أزمة وهيكون تصريح السفر جاهز لسفر كهربا مع الفريق استعدادا لمواجهة الوداد المغربي لكن عايز بس أفسر حاجة مهمة جدا لكل المشاهدين لنبارح كان فيه ورق رسمية من الاتحاد الدولي بتعلن من خلالها كل التفاصيل المتعلقة بقضية كهربا هذا الخطاب هي مش قضية جديدة أو استيناف جديد لدى الاتحاد الدولي لا ده خطاب مرسل لكل الأطراف المعنية في هذه القضية سواء محمود عبد المنعم كهربا سواء نادي أفيش البرتغيالي أو حتى محامي كهربا ونادي الزمالك اللي رفع القضية ونادي الآهلي كطرف في هذه القضية نادي الزمالك كان رفع قضية على النادي الآهلي في هذا الموضوع والحمد لله في لجنة فضل المنازعات برأية النادي الآهلي تمام من هذا النزاع لكن هذا الخطاب تفسيره حاجة واحدة بس إن كهربا طعن على قرار لجنة فضل المنازعات في المحكمة الرياضية الكاس وهذا الخطاب هو إختار لكل الأطراف المعنية إن اللاعب محمود عبد المنعم كهربا طعن في المحكمة الرياضية في الكاس فبالتالي تم إيقاف الحكم وسيتم إرسال الحيثيات خلال الفترة القادمة لما يتم إرسال الحيثيات لكهربا والمحامين وكل الأطراف المعنية هيبدأ كهربا يشتغل على فكرة الحكم ده الصدر بناء على إيه وهنا كهربا يكون عنده أسانية قانونية للطعن على هذا الحكم وتفاصيل التعاقد اللي اتحاد الكورة يعتمدوا في لجنة فضل المنازعات إذن القضية لسه فيها حاجات تانية جاية في الفترة اللي جاية وعايز أقول لكم هيكون فيها مفاجآت مدوية واللي عايز ياخد فلوس هو اللي هيدفع فلوس واتعرفوا إزاي الفترة الجاية لأن قضية كهربا فيها تفاصيل كتيرة لكن الحمد لله هذا الملف تحديدا هيكون درس اللي بيحاول يتلاعب باللوايح وبيتلاعب بالقانون لكن الموقف القانوني للأهل سليم وكهربا يطعن على الأمر أو طعن تحديدا في المحكمة الرياضية والخطاب ده لإرسال الأطراف المعنية إن حصل استئناف على القرار في المحكمة الرياضية وبالتالي إقاف قرار حكم التعويض اللي صدر في لجنة فضل المنازعات دي جازئية ليها علاقة بموضوع كهربا الفترة الجاية عشان كان فيه لغة على السوشيال ميديا والناس كانت عايزة تعرف النزاع أو خطاب الفيفا ده الهدف منه إيه لكن هي في النهاية هو خطاب للأطراف المعنية إن حصل استئناف على القرار في المحكمة الرياضية